مرحبا بخطوة فريدة من نوعها أعلنت كل من سناب شات و جوجل عن مبادرة مشتركة لتعليم البرمجة للمراهقين يلي بتتراوح عمارهم بين 13 ل 18 سنة هالمبادرة يلي بتحمل اسم My Future Me بتطمح لنقل المراهقين من مجرد كون المستهلكين للتطبيق لعناصر فعالة فيه من خلال تعلم برمجة الفليتر وإنشاء فليتر خاصة فيهم ورح يتم اختيار أصحاب أفضل خمس فليتر لزيارة مكاتب سناب شات و جوجل بالإضافة لأمكانية ظهور الفلتر داخل تطبيق سناب شات ننتقل لفيسبوك يلي هي حاليا بصدد تطوير أداة جديدة للتعرف على الوجه وتأكيد هوية المستخدم هالأداة الجديدة رح تكون البديل للطرق الحالية الموجودة لاسترجاع الحساب بدل من تأكيد اسم الأصدقاء أو إرسال طلب استعادة الحساب على بريد المستخدم ولكن يبدو أن هالتقنية اللي عم يتم اعتمادها بشكل أكبر مع الوقت عم تتجه لمنحة آخر مع مجموعة باحثين وجدوا طريقة أمنية جديدة لحماية جهاز المستخدم تعتمد على حجم وأبعاد قلبه هالتقنية المميزة تعمل على حماية فعالة لحساب أو جهاز المستخدم باعتبار كل قلب بيحمل هندسة وشكل مختلف من شخص لآخر وبمجرد ابتعاد المستخدم عن اللابتوب أو عن هدفه المحمول فالجهاز رح يقوم بيقفل واغلاق نفسه وما بيفتح ليرجع يتعرف من جديد على قلب المستخدم الرئيسي وأخيرا رح اختم مع اختراع لجميع محبي الحيوانات الأليفة يلي بينجبروا أحيانا يتركوهم بالبيت لحالهم هالاختراع رح يوفر للمستخدم اتصال مستمر مع حيوانه الأليف من خلال شاشة بتقوم بتنبيه الحيوان ليقدر يتواصل مع صاحبه عن طريق الفيديو كما بتسمح بمكافأة الكلب عن بعض بس بدنا ومش بس هيك وانما ايضا تسمح للحيوان نفسه انه هو يتصل بصاحبه ساعة يلي بده وبهالطريقة رح يشعر الحيوان بالأمان حتى انتم بعاد عنه ومع هالاختراع المميز انا بدي ودعكم واتمنى لكم سهرة مميزة برفقة برامجنا لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترانز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات وما تنسوا حتى نقدر نتبع اخباركم ونقوله بنشرات لاحقه باي اشتركوا في القناة